بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لانتقال القديس يحنى دولاسال مؤسسي رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير وشفيع المعلمين المسيحيين أعلن قداسة البابا فرانسيس تكريسة سنة يوبي لاسالية التي بدأت في السابع عشر من الشهر الحالي وتختتم في الحادي والثلاثين من كانون أول من العام المقبل في مزار القديس بروما ويعتبر القديس يحنى دولاسال رائد التدريب والتأهيل التعليمي للمعلمين في كل العالم في شتى العلوم التربوية وألوان الثقافة المختلفة حتى صار اسم ذلك القديس مرتبطا ارتباطا وثيقا بأهم منابر العلم والحكمة تحت راية رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير التي تعد أكبر الرهبانيات التعليمية في العالم وتضم نحو تسعين ألف معلم ومعلمة ومليون طالب وطالبة وبهذه المناسبة تقوم رهبانة إخوة الفرير في الأردن حاليا بالتحضير لاحتفال روحي قادم بالقديس المعلم